أعربت الحكومة العراقية على لسان وزارة خارجيتها عن رفضها للضربات الجوية التي استهدفت مواقع لقوات الجيش السوري ومقاتلين من الحجد الشعبي داخل الأراضي السورية وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد محجوب في بيان له أن الوزارة تعبر عن رفضها واستنكارها للعمليات الجوية التي تستهدف القوات المتواجدة في مناطق مواجهة داعش سواء كانت في العراق أم سوريا أم أي مكان آخر في ساحة مواجهة هذا العدو الذي يهدد الإنسانية